الفلاحون بولاية الودي يشرعون في حصاد منتوجهم من الذرة لتقديمه إلى نقاط الجمعة وقد شهدت منطقة الشارع ببلدية بنغشة الحدودية انطلاق هذه العملية والبوادر تشير بفضل اتباع المسار التقني والإرشادات الفلاحية إلى موسم حصاد الناجح وأرقام انتاجية عالية حققها المزارعون في محصول الذرة التجربة هذه إن شاء الله رأي نوعية إن شاء الله رأي ملاحة وإن شاء الله اليوم بشنطقوا عملية الحصاد الهكتار حوالي ديرنا نحن حوالي حتى الـ 50-60 قنطار في الهكتار قدرنا عقد مع الوناب بتاع بسكرة ورهما جووا وقاموا بالواجب تعمه ذوك الحق برك الله وفيهم رهما جابوا المطرية التعمه وجابنا الحصادة نتوقع سنة إن شاء الله المنتوج يكون خير من العملية فات لأنه العملية فاتة أول تجربة زرعة كان كما نقول نحن السموار كان زر ماشينا كان كلش كان إقبال الفلاح على زراعة هذا النوع من الحبوب جاء بفضل دعم الدولة وإيجابيات المرافقة اليوم هدف التعالي العملية هو التشجيع الفلاحين ومرافقة الفلاحين لاستمرار في هذه الزراعة السراتيجية الوقت تاني بخلال وسعف حتى في المساحات السراتيجية اللي ربما داخل حتى في خارط طريق وزارة الفلاحة في ٢٠٢٤ حيث المسار التقني ربما وجود دعم الدولة وهناك حتى على مستوى اللون عب تدخل فيه دعم الأعلاف إن شاء الله تقلص من خلال هذه المساحات المزرعة فترة الاستيراد رهان ولاية الوادي في زراعة الزراه هو الرفع من نسبة الإنتاج وإنشاء نقاط تخزين عبر الولاية في صحراء تزخر بمساحات شاسعة لم تبخل حتما على المستثمرين الفلاحيين إنتاجها الوفير في زراعاتها المتنوعة والواعدة والتي بإمكانها تخفيض فاتورة الاستيراد والنغوض بالاقتصاد الوطني اشتركوا في القناة